السلام عليكم من اللي اخبار يا ربكم دايما بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله في الحلقة دي معنا رشدة يعني لشخص عاوز حاجة مهدئة وعنده مشاكل اخرى وبالتالي الطبيب وصف يعني ادوية اخرى تعالى نشوف ونتعرف على الاصناف اللي معنا دلوقتي اول صنف معنا لازم نركز فيه كويس وبتركزاته علشان تركزاته كتير ولازم نركز فيه كويس بقولها تاني لازم نركز فيه كويس اول حاجة معنا اللي هو ترتام خمسمية ميلي جرام وخد بالك هي خمسمية ميلي جرام فقط يعني خمسمية ميلي جرام وهنا ارس تاب هنا مكانه الصابع ده هم يعني هنا بس ارس يعني هنا التركيز يبقى خمسمية ميلي جرام فقط وخد بالك من تركزات الترتام عشان بيبقى فيه منه خمسمية وخمسمية اكسار والف وخد بالك من التركزات بتاعته كويس جدا والجرعة بتاعته بتبقى ارس كل اتناشر ساعة يعني مرتين في اليوم تاني صنف معنا اللي هو الهاي بايوتك ستمية خمسة وعشرين يعني لو انا مش عارف اقرأ تبدأي هنزل تحته هلاقي ارس كل اتناشر ساعة تمام تمام ودي الهاي بايوتك وقلنا البداية اللي بتاعته كتير جدا ممكن نستبدلها مكان نحط مكانها الاوجمانتين او الكلافي موكس او او نحط ما سميجاموكس او الالتراموكس عندنا البداية بتاع الهاي بايوتك كويسين وممكن نستهد ضمن اي واحدة منهم مش هيقول لا. كلهم هيدو نفس النتيجة. بس لازم نرجع عليه الدكتور الاول. اما حاجة تيراتام ده هو ما ينفعش نستبدله مكان حاجة تانية. ممكن نستبدلهاي بايوتك ماشي. اما التيراتام ما ينفعش نستبدله. ليندي عبارة عن مهدى ولو هتغيره لازم ترجع للطبيب الاول وما ينفعش تغيره برضو يعني لو مش عندك يعني لو ما عندكش ترتام خمسمائة ميلا جرام ودي يعني انا درونج جدا يعني لازم يكون في كله صيدلية لازم تتصرف ويجيبه من اي صيدلية تانية او تخلي المريض يجيبه من اي صيدلية تانية بس ما ينفعش تطلع بديل طيب اما ده هيبيوتك عليك تطلع عادي بدون اي مشاكل طيب تعال نشوف تلصنف معنا دي سهل جدا اللي هو برمول خمسمائة ميلا جرام ودي قرص كل تمن ساعات يعني تلات مرات في اليوم ما فيش اي مشاكل الاسم واضح او طيب تانية حاجة بقى اللي هو الاميز الكنمة داي اسمها اوميز اربعين كابسول طيب انا مش عارف اقرأ الكنمة بتاعته دي يبقى الاميز بيتاخد الصبح مرة الصبح على الريق يبقى الكابسولة قبل الفطار يعني اخد بالك اي حاجة بتاعت المعدة بتتاخد الصبح على الريق قبل الاكل طيب افرق بالا وهو اوميز عشرين يبقى يتاخد مراتين في اليوم يعني بص اقصى جرعة اربعين ميلي جرام طيب افرق بالا وانا عندي عشرين يبقى اخد على مراتين ما فاش اي مشاكل اقصى جرعة اربعين عاوز بقى السمبال العشرين عشرة وعشرة وبعدين العشرة الاهم حاجة متعداش الاربعين ميلي جرام يبقى عندنا هنا رشدة عندنا عبارة عن مهدق تراتام عندي هنا ضد ضحية وهيبيوتك عندي هنا اه برامول اللي هو دي عبارة عن مسكن وخافض للحرارة بس ما هواش مضاد للتهابات خد بالك دي حاجة مهمة جدا البرستامول حاجة خافضة للحرارة ومش مضادة للتهابات ما بتنتميش ليه ان انا ضد ضحية هي قسم تاني هو بيعمل على انه بقى خافض للحرارة ومسكن بس ما هواش مضاد للتهابات يعني لو واحد عنده راشة واحد عنده التهابات في الحلقة واحد عنده التهابات في الاي التهابات ما يفعش اديله اه برستامول اديله اي حاجة من ضد التهابات تمام تمام وعندي هنا الاميز اللي هو في الاميبرازول ودي يعتبر من البيبي اي اللي هو بيعالج الحموضة وبكده دي كانت رشدة النهاردة ورشدة سهلة وبسيطة يارب تكونوا استفدتم ونشوفكم الحلقة الجاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته